النيابة العسكرية الخاضعة لحفتر تواصل انتهاك القانون الليبي الذي يعطي للمتهم المدني الحق في تعامل مع النيابة العامة كما يعطيه الحق في الوقوف أمام قضيه الطبيعي ويمنع مقاضات المدنيين أمام المحاكم العسكرية فرج الصصاع العضو السابق باللجان الثورية والمدعي العسكري الحالي التابع لميليشيات حفتر أفرج الأحد عن 82 معتقلا مدنيا قضوا عدة سنوات في سجون المنطقة الشرقية بين معتقل جرنادا ومعتقل بهديما وسجون أخرى بالمنطقة مصدر من أقارب المفرج عنهم أكد أن 50 معتقلا مدنيا من بين المفرج عنهم من مدينة درنا أمضوا نحو عامين في سجن جرنادا ثم نقلوا إلى سجن بهديما قبل الإفراج عنهم بحسب المصدر كما أن الإفراج عن هؤلاء المدنيين بعد هذه المدة الطويلة يدل على عدم جدية الاتهامات وعدم جمع الأدلة الكافية قبل التوقيف والاعتقال وهو ما يعطيهم الحق برفع دعاوى ضد الجهة التي احتقلتهم وأفرجت عنهم بسبب التعصف في استخدام القانون ومخالفة الإعلان الدستوري بحسب القانونيين بحثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت مطلع شهر أغسطس الماضي عن استيائها من إصدار المحاكم العسكرية أحكاما على المدنيين في واقعة حكم محكمة عسكرية في بنغازي بسجن الصحفي إسماعيل بوزريبة لمدة 15 عاما وأشارت البحثة في بيان الله عن الواقع إلى أن احتجازه ومحاكمته قد يشكلان انتهاك للقوانين الليبية والتزاماتها الدولية لجهة الحق في محاكمة عادلة والحق في حرية الرأي والتعبير الإفراج عن معتقلين مدنيين سجن تعصفيا يراه مراقبون احترافا من الميليشيات والجهات التابعة لها بمسؤولياتها عن الاعتقال ويعتبر دليلا على تورطهم في أفعال تنتهك القوانين المحلية والدولية التي تجرم احتقال الناس دون أدلة كافية ومقنعة وقوية